ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ هقول لكم شوية معلومات وبعدها هقول رأي ورأي ده لو تفتكروا مبارح قلت لكم انا مش هقوله غير النهاردة غير النهاردة ما فهم اواشوف اخر حاجة وسنالها هقول لكم الاول شوية المعلومات تعالوا تشوف شوية المعلومات فيما يخص ما يحدث في مبارات السوبر وموضوع كهرباء وهيتم ايقاف كهرباء ولا لا وهيحصل ولا مش هيحصل هقول لكم التفاصيل مستشار عادل الشورباجي رئيس لجنة الاستيناف او التزلمات كان بيرفض عقد اي اجتماعات في الوقت الحالي وتحديدا قبل مباراة السوبر لوجود استقالات في اللجنة وعدم اعادة تشكيلها حتى الان يعني المستشار عادل الشورباجي الوحده في اللجنة حاليا كرئيس للجنة اتحاد الكورة تواصل مع المستشار عادل الشورباجي وطلب منه عقد اجتماع بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم تزلمات اليوم على عقوبة او عقوبات لجنة الانضباط وده عشان المستشار عادل الشورباجي اللي هو اللجنة حاليا يتسلم تزلمات الاهلي اللي هي بخصوص كهرباء وبخصوص النادي الاهلي برضو والغرامات اللي عليه والزمالك اللي هي خاصة بعقوبة رئيس النادي وده خلال المهلة المحددة العشرة ايام يعني الاجتماع ده عشان الراجل يتسلم التزلمات خد بالك انا كلام من دقيق جدا عشان سيادة المستشار الجليل يتسلم التزلمات تمام اللجنة اللي هي المستشار عادل الشورباجي يعني هتجتمع غدا انا يعني هي السيغة كده اللجنة هتجتمع هتجتمع امتى اللي هو الاتنين يعني اللي هو بعد ساعات يعني ان شاء الله لتسلم التزلمات فقط وبنسبة كبيرة لن يكون هناك اي بت او حسم للقرارات بنسبة كبيرة لن يكون هناك بت وحسم للقرارات الخاصة بكهرباء والخاصة برئيس نادي الزمالك تمام دي جزئية نكمل اللي بعد كده اللي بعد كده ان التزلم الزمالك غير قانوني من الناحية اللائحية لانه مقدم من مين من المدير التنفيذي للنادي الى لجنة التزلمات في الوقت في الوقت اللي لازم اللي يتقدم بالتزلم هو رئيس نادي الزمالك المتضرر يعني هو اللي عليه العقوبة يعني مثلا في قصة كهرباء كهرباء هو اللي مقدم التزلم يعني الاهل يمقدم تزلم باسم كهرباء ومقدم تزلم باسم نادي الاهل فيما يخص الغرامات فبالنسبة رئيس نادي الزمالك هو لازم هو اللي يقدم التظلم باسمه مش المدير هو المدير النادي هو اللي يقوم بهذا التظلم فلاحقيا ممكن يبقى فيه خلل انه ما يتقبلش طيب ماذا يحدث في نادي الزمالك نادي الزمالك نارده قلت الكام ده بارح لحضراتك وكان فيه اجتماع مجلس دارة لنادي الزمالك النهاردة مجلس دارة نادي الزمالك اجتمع وقال او مد الاجتماع لغدا الاثنين لحين ما يشوف لجنة التظلمات اللي هي المستشار عادل الشرباجي هيعمل ايه اللي هي لجنة الاستئناف انا هفهمكم موضوع اللي جن ده عشان النهاردة عاد تزاكر والله ما شاء الله عندنا لجن كتير ومسميات كتير وفيه مسميات متشابهة بس هي لجنة عشان تبقى بس فاهم لجنة التظلمات هي لجنة الاستئناف تمام عشان لما حد يقولك لجنة الاستئناف بتلغبطش هي هي ورئيسها المستشار عادل الشرباجي فالزمالك قاعد النهاردة وعند الزمالك مشكلة واحدة هل هيتم تنفيذ عقوبة كهربا غدا ولا لأ من الآخر اللي حلواتك كلكم عارفينه الاهل يمتمسك انه كهربا يلعب المباراة مباراة السوبر وان العقوبة تعلق لحين البت فيها من لجنة الاستئناف بعد ما لجنة الانضباط عقبت كهربا 12 مباراة ويهي نادي الزمالك قالك لأ مايلعبش المباراة اللي جاي وتوقف منذ اصدار القرار من لجنة الانضباط وانه الطعن اللي قدمه النادي الاهلي لا يوقف في العقوبة هو ده الخلاف يعني حالكم عارفينه خلاص مذكرينه كلكم يعني بي